لا قدرة لنا اليوم على توفير الطاقة هكذا كان رد مؤسسة الكهرباء لسكان منطقة كوت قرو الواقعة غرب مديرية البريقة في مدينة عدن بسبب هذا الوضع يشكو سكان المنطقة من انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من نصف عام أقبل ذلك عجز المؤسسة أمام تكلفة بلغت نحو 30 مليون ريال لتوفير الكهرباء لهم نحن بشحة حريم خارجنا إلى المحطة الثالثة عشان نشتحق المدير زهير يرفض يرفض أن يصلح الأبناء قراء ولا يدفعوا الكلفة الكلفة مبلغ 28 مليون و3 مليون عمالة هل نحن كحريم كأطفال نحن لما بيقص الدولة صلحنا الكرهبة أنا مثلا نقلت إلى منطقة ثانية هل أنا بشيل الكامبة معاين بحولها أم هي تختص للدولة بين هؤلاء مرضى وكبار السن وأطفال ونساء لا يقون على تحمل حرارة شمس عدن أو صيفها ولسنقطاع التيار الكهربائي شكواهم الوحيدة حيث يعاني سكان منطقة كوتقرو والمناطق المجاورة من تردي الخدمات الأساسية كالصحة والمياه والكهرباء وغيرها يعني كثير عانينا من الكهرباء والماء يعني لما نشتري ما نشتري ما من البوز خمسة ألف أربعة ألف تروح وترجع ماذا لو اعتاد أطفال كوتقرو على اللهيب في النهار والظلام في الليل إضافة إلى انتشار البعوض والحشرة السامة ويبرز تساؤل من بين جملة تساؤلات أين هي الجهات المختصة من معاناة هؤلاء